السلام عليكم متتبعين قناة حبتي ليدي اليوم إن شاء الله وبإذن الله سنرى طريقة تحضير بروات بفواكه البحر التي يأتي رائعين مقرمشين اقتصاديين وسهلين في التحضير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس بشتوصلوا إن شاء الله بكل جديد تخليكم مع المقادر بطريقة تحضير بسم الله على بركات الله سنأخذ واحد الكاسخور سنوضع فيها الماء ونوضع فيها قطاع الكلمر أو السيبيا ونضع فيها 4 ورقات الرند مع ثلاثة لفصول سعاد التوم ونخليوها العجل في نفس الوقت سنأخذوا مقلات سنوضع فيها قطعة ديالة الزبدة ونضيفوا لها قليل من الزيت بنات هنا الزيت اللي توفر عندكم يا زيت زيتون يا زيت المائدة من بعد ما تبدأ نضب شوية الزبدة سنضيف القمرون اللي اللي دا جانقنا وغسلنا وحطينا حتى تسقطر عاد بش نضيفه شوية ديالتوم بودرة هنا أنا درتو بالزيد لأنني مخدمتش بالتومة في الأقبض شوية الهريسة شوية القابريتا وغنضيفه شوية تاب الملح ونحلقه حتى تشحر لنا الكروفير من بعد ما تشحر الكروفيرت غنوضعه على الجنب غننخضو كورنيشو وغادي نحكوه في الحكاكة اللي العيون ديالها شوية كبارين يعني الجهة الكبيرة ماشي الصغيرة بها الطريقة ومن بعد ما اطلعت الغليمودر مجرد اللي بنا تشوفوا الطريقة غري هذه الكشكوشة تتبالي لكم طلعت هذه الرغوة سوف يتنصف فيه ما تنسلنا وش حتى يدخلو الطياب أو التي يقصح حتى ما ترنالو الطياب حتى ما تقصح لنا الكلامر تنصف فيه الملح ديالوت ونحتفظ به هو اللي غادي نضعو فيه الفيرميسي نتركو الفيرميسي لجنبحتها وكان تطلق لنا مزيان تنخضو الحامض وتنقطروه على الكروفد من بعد ما وجد لنا وتنخضو الكالامار أو السيبيا كيف ما قد لكم اللي وجد عندكم وعلى حساب المتوفر تندقيوها وتنحيدو لشوائب الفيرميسي من بعد ما تصفات لنا مزيان تنقطعوها بالمقص أو لبسكين يكون حد قطع تكون صغيرة تنضيفه الكروفد على الفيرميسي وفي نفس المقلات سنستعملوا فيها سنشحروا فيها القطع المكعبة تدير الكلامر تنضع قطع ديال السبدة مع قليل ديال السيت بمجرد لا تبدأ الدولينات زبدة نضيفه شوية الملحة شوية الهريسة نضيفه نضيفه القرنشو ديالناتها على الحشوة اللي غادي نعمره بها البريوات البنات القرنشو يحاولون وانا كنت حكيتو في الحكاكة الرقيقة تعطي واحد الحموضة كثيرة بالزيد يعني تتعصر كثير بالاحسن اما قطع صغار مكعبات اما نحكوه في الحكاكة الغريدة ضبط هنا معلقة كبيرة ديال السوس وخليتو تتشحروا المكعبات ديالنا من بعد اعصرت شوية الحامض تنظفوا القطع ديال الكلامر اللي عدنا على الحشوة البنات هنا عندي واحد الكاسخول اللي وضعت فيها شوية الماء شوية القرنفل وشوية ديال القرفة وخليتها تغلى مزيان حتى تعطي الريحة فضل لان ديال الزوية اللي كينا في القرنفل وفي القرفة تتعقم لنا المكان بحيط طريقة اللي صحية ضفت شوية ديال القصبر مادنوس ضفت زيتون مقطع قطعة صغيرة بالساف في واحد الاناء خليت شوية ديال القطعة الزبدة تنخليها حتى تبدأ تدوب وتنرجع نوضع الحشوة اللي اللي حطينا يعني الكروفات الكلامار باللقرية هاد الحشوة اللي كنا وجدنا تنشدوها وتنشحروها من زيان في هذه الطريفة الزبدة حتى تتشحر وتتخلط لنا العناصر من زيان شوية ديال الكركم او الاخر قم البلدية البنات ديالنا لانه صحي تنضيره بالزيد شوية ديال سكين جبير شوية ديال البزار بلدية نحن الراس مع القاق ديال الهريسة وهنا الهريسة تتبقى اختيارية ولا حسب الكيمية ولا حسب بالطوق إذا كانوا الوليدات الصغر من الأحسن ما تكتروا الهريسة لأنهم تقدروا عليها بلدية حرط الحشوة جيدة نحاول بلدية 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 طرق بلدية 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 وانا شاركت معكم في وحد الفيديو آخر ديال البريوات ديال اللي كنا درنا قبل درناهم ديال لذيبيناخ وبطريقة آخرى هنا تنقضوا البريوات تنقسموها على جوج لأن الورقة تنقسموها على جوج لكانت الحجم الصغير وتنشكلوها بهذا الطريقة تنقدرون نحتفظوا بهم حتى في المجمد بنفس الطريقة وهذه هما البريوات ديالنا إما تنقلوهم إما ندخلوهم الفران تبقى عندكم الاختيار تندهنهم بشوية الزيت أو الزبدة وتندخلهم فرعا تنتمنى إن شاء الله بإذن الله يكوننا الإعجاب ديالكم هذا الفيديو وإلى فيديو آخر إن شاء الله في القريب العاشين